موسيقى هو أقل من 309.415 إذن نستخدم نستخدم 188.85 نستخدم دائما الأول واضحة إن شاء الله يعني لازم أحسب المقدارين أحسب مرة من المعادلة وأحسب مرة منين أحسب مرة من المعقيات الهايدروليكية اللي مطينيها بالسؤال فلذلك السيسترن لينغ طبعا السيسترن يعني المقصود بهاي ذا تذكرون بالسلايد ما للمحاضرة الفيديوية السابقة أرسمت لكم وين يصير الكريست المنطقة اللي صايرة مثل العتبة يعني صايرة مثل النزلة بالداونستريم بالداونستريم هي هاي المنطقة اللي نسميها السيستر في السيستر لينغ اللي صاب سي ساوينا خمسة في دي تو ماينوس دي وان فسا ببرزة عدنا يعني متطلبات ورموز جديدة دي تو والدي وان هذا اللي مين نستخرجهن نستخرجهن من الانيرجي أوف فلو كيرز الانيرجي أوف فلو كيرز اعتمادا على شنو اعتمادا على قيمة ال EF1 وال EF2 ال EF2 اللي استخرجناها قبل شوية اللي هي 1.435 هاي القيمة اما ال EF1 شون احسبها احسبها من ال EF2 زاعدا ال head loss اثنينات الموجودات عندي ال EF2 1.435 زاعدا ال head loss 0.15 يساولون 0.585 فروم انيرجي أوف فلو كيرز هسا الروح على الانيرجي أوف فلو كيرز هادي هادي طبعا هنا لو تلاحظون الخط هذا الخط هذا يمثل قيمة ال EQ قيمة ال EQ ال EQ اللي حسبناها 2.5 متر مكعب بيرسك لكل متر وارح ان شاء الله اوكي هسا نجي بانسبة لي ال EF1 و EF2 الـ EF1 دائماً هذه الخطوط قلنا نتمثل القيم التصاريف أما هذا الخط المائل هذا الـ Local of Critical Depth نعرف دائماً حتى بالـ Open Channel Hydraulics بالمادة الـ Hydraulic بصف ثالث كما نحسب القبزة الـ Hydraulicية وتابعات القبزة الـ Hydraulicية والعوامل مالتها لدينا شيء اسمه Super Critical Flow ودينا Critical Flow ودينا Sub Critical Flow هذا كأنه الخط المائل بزاوية معينة هذا يمثلني منطقة Critical Flow منطقة Critical Flow دون هذا الخط للأسفل هذه المنطقة هي منطقة Super Critical Flow Super Critical Flow أما المنطقة التي تعلو هذا الخط المائل هذه المنطقة لداء الشر عليها فهي المنطقة التي تعنى بـ تمثل regime of flow of subcritical يعني هنا أعدي منطقة جريان الهادئ Subcritical منطقة العالية المنطقة الواطئة تمثلي منطقة Super Critical أما هذا الخط هو الخط الفاصل بين الأثنين وهي منطقة Critical Flow لذلك راح أجي هنا كل واحد حسب الرقم مالتها في EF1 أبحث عن الرقم مالتها أسقط على قيمة الـ Q اللي تابعة إلىه أشقد شانت عدي لي Q مستخرجة آني بالسؤال مثلا 2.5 متر مكعب لكل second لكل متر أي رقم آخر أيضا أسقط على المنحني على هذا المنحني اللي صاير بشكل بربولة مفتوحة إلى زاوية معينة بزاوية معينة أسقط على هذا طبعا الـ EF1 والـ EF2 من هذا المحور الـ X-axis اللي هي Energy of Flow سواء كانت EF1 أو EF2 لكن الـ EF1 أسقط ضمن هاي المنطقة السفلاء على نفس المنحني اللي يقرالي قيمة التصريف لـ Q-small وبعدين وين ما يتقاطعوا أيضا أرجع بصورة أفقية وأقرأ قراءتي بالنسبة للـ EF1 شي قابلها هي قابلها الـ D1 الـ EF1 من أسقط وأقرأ قراءة مقابلة لها تمثل قراءة الـ D1 أما الـ EF2 فأتمثل قراءة شنو الـ D2 طبعا الـ EF2 وين راح أسقطها أنسى هذا الجزء تماما بعد بالنسبة للـ EF2 أنسى هذا الجزء تماما وأتحول وين أنا عندي قراءة الـ EF2 فرضا أدي اثنين أصعد لي فوق بعد هذا الجزء الجواني أنسى تماما بالنسبة للـ EF2 أيضا أبحث عن قيمة التصريف نفسها قيمة التصريف ما راح تتغير عندي وين ما يتقاطع الخط العمودي مع هذه الخطوط الـ Parabolic Lines وين ما يتقاطعوا أيضا شنو نقطة التقاطع أسحب من عدها خط أفقي وأقرأ على قيمة على محور الـ Y axis قيمة شنو؟ قيمة الـ D2 هالمعنى يعني EF1 ستجلها ملاحظة EF1 أستخرج من عدها الـ D1 والـ EF2 أستخرج من عدها الـ D2 هنا طبعا بعد استخراج القيم نطبق المعادلة بهذه آخر 3 أسطر يطلع عدي قيمة Length of Sister هو 83 نقربها نقول 4 متر طبعا هذا التقريب بالنسبة للإمتحان مو ضروري ممكن أنه تخلي الرقم مثل ما يطلع لك يعني بالحاسبة الفقرة اللي بعدها Vertical Cut-Off يعني هسا وصلنا Vertical Cut-Off يعني جد راح يكون عدي عنقه Sheet Pile بالنسبة للـ Up-Stream وبالنسبة للـ Down-Stream منطيني إذا تذكرون الجداول اللي طلع لي قيمة أعماق Sheet Pile تعتمد على قيمة التصريف قيمة التصريف فالـ 120 تشوف توقع ضمن يارينج ضمن يارينج تروح على القيم المقابلة إلها بالنسبة للـ Up-Stream والـ Down-Stream طلعت عدي قيمة عمق Sheet Pile في كل الجانبين هي واحد ونص متر اعتمادًا على قيمة الـ Q تقدر تراجع الجداول اللي طرقنا على الشرح الفيديو السابق وتشوف تتحقق من صحة الأرقام اللي موجودة عندك هنا الـ Up-Stream Cut-Off is at elevation 309 ناقصاً واحد ونص 307 ونص طبعاً هاي العبارة حتى لو يعني ما تكتبها بالامتحان مو برورية جاي يبين لك انه جد منسوب Sheet Pile من الأسفل يعني من الأسفل طارح قيمة 309 ناقصاً طبعاً منسوب الأرضية الـ Up-Stream ناقصاً واحد ونص متر اللي هو عمق Sheet Pile يطلع على 307.5 هاي طبعاً الفقرة مثل ما قلت لكم مضررية حتى لو ما تكتبها بالامتحان موفد مشكلة تحصيل حاصل بالنسبة للفقرة الرابعة اللي هي من الفقرات المهمة لكن بيها إعادة إعادة لما أخذناها سابقاً بالشابتر الثاني Total Floor Length and Exetic Gradient يجد يكون عندي طول للأرضية الكلي الكلي يعني مو بس فقط الـ Down-Stream لا هالمرة طول الأرضية الكلي مضافاً إليه يعني طول الأرضية بالـ Up-Stream أيضاً طول الأرضية بالـ Up-Stream أيضاً يعني Up-Stream زاعداً Down-Stream نعتمد في إيجاد طول الأرضية الكلي اعتمد على قانون Exetic Gradient مال خاصلة H over D في واحد على Pi جذر Lambda طبعاً هنا H Maximum Static Head ترجمة نانسي قنقر